يجبع المسؤولون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلس على وصف المرحلة الحالية بالمقلقة نظراً للمتغيرات السريعة التي تشهدها البيئة الأمنية العالمية نحن الآن ندخل وقتاً قد تضيف فيه التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي وحوسبة الكم عدم اليقين إلى توازن القوة وتجعل مسألة وقت استخدام أسلحة الدمار الشامل أكثر تعقيداً وليس أقل وشكل الغزو الروسي لأوكرانيا وتهديدات الرئيس الروسي باستخدام الأسلحة النووية وعزمه إرسال بعضها إلى بيلاروس وتعليقه العمل بمعاهدة نيو ستارت عاملاً مهدداً للهندسة الأمنية العالمية التي كانت قائمة ومما زاد الأمر تعقيداً أن سلوك روسيا المتهور لا يحدث بمعزل عن غيره فجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقوم عبر الترويج علناً باختبار ترسانتها وأنظمة إيصالها التي تزداد خطورة وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قفزة مخيفة في مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران التوسع السريع وغير الشفاف للترسانة النووية لجمهورية الصين الشعبية هو الأكبر في تاريخها مع زيادة التوتري في المحيطين الهندي والهادئ في كل حالة تكاد شفافية معدومة الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة خطر التصعيد هذه التطورات تجعل من دعم قدرة الرجع لدى الناتو أكثر ضرورة إلى جانب تعزيز البنية التحتية التي حافظت على الأمن العالمي في العقود الماضية على حد تعبير المسؤولين في الحلف عالمنا أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ به بما كان عليه منذ أجيال وأنظمة الحد من التسليح التي نعتمد عليها لفترة طويلة تتفكك ودعا أمين عام الناتو إلى العمل بجد لتقليل المخاطر وتعزيز الأمن ودور الحلف الأطلسي لضمان مستقبل أكثر أمنا وسلامة رغم كل هذه التغييرات الخطيرة يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الضمار الشامل يجب أن يبقيا من الركائز الأساسية لقيادة الناتو والدعائم الحيوية للاستقرار العالمي ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن